انا هتكلم دلوقتي سريعا على الكونتنت بتاع الكورس بتاعنا الكورس بتاع ريفيتك. احنا الكورس بتاعنا هو اسمه بيم فور تكنيكال اوفيس ستركشور. هو بيتكون من حداشر جزء. هنتكلم فيه. اتكلمنا فيه على البيم سريع. هنتكلم فيه على الريفت يعني بدايات الريفت. او بدايات الريفت الانشائي. طب يعني ايه? يعني هنتعلم ازاي نعمل عمود ازاي نعمل كاميرا ازاي نعمل ازاي نرسم كل الاناصر الاساسية البسيطة. بتاعنا نخش نتعرف على البيم ستاندرز. البيم ستاندرز دي هي زي ما انا بقولك هي الايه? انت عندك هنا كود مصري للبيم حد يعرف عنه حاجة? لا ده هنتكلم عليه. طب عندك ايزو للبيم طريقة التسليم طريقة الشغل طريقة السيستم عموان عامل ازاي? حد ده يعرف عنه حاجة? برضو لا. حنا نتكلم على الحاجات دي في البيم ستاندرز. بعد كده هنتكمل بقى ادفانس دريفت. هنتعلم ازاي نرسم العناصر المعقدة شوية. ومنها العناصر الستيل والبري كاست. ودول محدش فيهم برضو في السوق يعني بيتكلم عنهم مخالص اصلا. طيب. كامس حاجة. هنتعلم ازاي احنا نعمل فاملي. يعني ايه فاملي? فاملي دي زي بلوكات الكاد كده. بس بتبقى برامترك. يعني برامترك. بتبقى انت تقدر تتحكم فيها بكزة شكل او بكزة طريقة. مسلا انت عندك عمود مثلا زي عملت المونوريل. عملت المونوريل دي عشان تعملها. فانت بتاعتك تعمل ايه? بعمل لها زي نموذج. النموذج ده انا عارف بقى اكبره اصغره اشأليبه. هي برضو بلوكات بتعرف تعملها كده. بس مش. يعني الفامليز اسكأ. ودي هنبقى نشوفها لما نوصل لمرحات الفامليز. طيب. سادس حاجة. هتتعلم تعمل جدايو الحصر. هتتعلم تطلع كميات من الموضل بتاعك. وهتتعلم تضرب او تطلع تضرب الكميات اللي انت طلقتها دي. في اسعار مسلا. لو انت عارف اسعار المتر الخرصانة. اسعار المتر العمالة. اسعار متر كزا. بتعرف تطلع بيو كيو من الريفت. ومن النيفز بطريقة سهلة جدا. هنبقى نشوفها مع بعض. طيب سابعة حاجة. تعلم الانوتيشنز والديتينيج. هتعلم من الاخر زي نطلع لوح. الواحد تنفيذ يعني في الموقع. الواحد تنفيذ خرصانة. فيها الفتحات فيها التاجات الكلام ده كله. ازاي نتحكم في الاخراج بتاعها. ازاي نعمل الكلام ده كله. بعد كده. بعد كونكريد ديمانشن طبعا الخطوة اللي بعضيها معروفة جدا. وهي ايه? تسليح. هنتعلم ازاي نسلح باستخدام ريفت خمسة وعشرين. والغاية دلوقتي اديت في الحمد لله اكتر من اربع خمس كورسات الصراحة. فان يعني دي برضو حاجة من الحاجات الليلة اللي مش هتلاقيها بسهولة. هنتعلم في خلال الفتح دي زي ما انت شفت الصور اللي انا كنت بعتها لكم على الجروب مثلا النهاردة. على الجروب الواتسات. هتلاقي في دي كلها نمازج لعمالة الناس اللي كانت معنا قبل كده. الناس اللي خدت الكورس ده معنا قبل كده. وهتشوفوا برضو هنبعت لكم في خلال الفتح اللي جاية برضو كم صورة لكل مرحلة. الناس بتعمل ايه? المتدربين في المرحلة اللي فاتوا عملوا ايه? كل الحاجات دي هتتباعي. فانت التسليح هتاخد تسليح لكل اللي انا ناصر. ليه تتخيلها? يعني كل اللي انا ناصر اللي موجودة حاليا من اول الاعواع للخوزيء للأعمدة خراصنات حاجات ميلة حاجات كرد رمبات سلالم كل الحاجات دي هنتعلم التسليح بتاع. طب. تاسع مرحلة تعلم الكوردنيشن. الكوردنيشن اللي هو ايه? ادخل موديلات المعماري والميكانيكا مع الانشاية. هبتري اطلع فيه هنا تدخلات فيه هنا مشاكل كزا. كل ده هنجربه مع بعض. وفي خلال المرحلة بتاعت الكوردنيشن دي هنتعرف او هديك خلفية شوية عن الميكانيكا برضو عن العمال المعماري. وعن بنعمل ايه ساعة لما بتواجهنا مشاكل معينة. هتاخد خلفية عن الموضوع ده بشكل خويس ان شاء الله. وهنتعلم برضو ازاي نعمل الموديلات الفور دي اللي هندخل عليها الجدول الزمني. والفايف دي باستخدام برنامج النيفس وورك. فعاش الخطوة هنتعلم الدين مع بعض. لو زي ما اتفقنا هو اداة او طول بتساعدك انك انت توتوميت العمليات اللي هين مملة. الحاجات اللي انت ايه مملة. يعني ايه حاجات مملة. انت مثلا بالنسبة لك. طي لا انت مش عايز تخش على كل اواز مثلا تيس عزل الاوعد. العزل الاوعد هتيسه ازاي. انت هنا ممكن استخدام الدينو تعمل زي طريقة معينة ان هو يرسل لك العزل الطريقة معينة حوالي الاوعد عشان ما بقاش فيه مثلا تدخل في مكان العمود ما بقاش فيه في مكان الطيب يمز. يبقى فيه تدخل شوية قواعد كده او رولز. وهو يحصل لك ازل الاوعد مثلا. او لا انت عايز ترسم حاجات في اماكن معينة. ممكن تعملها بالدينو. سهلا. اخر مرحلة او الليفل 11. هنتكلم فيه على الورك شيرينج. يعني ايه وورك شيرينج? الورك شيرينج هي الطريقة اللي بنشتغل فيها مع بعض. او العمل التعاوني. يعني ترجمة الحرفية بتاعتها العمل التعاوني. يعني ايه? يعني هي الطريقة. احنا البيم. انا ممكن مثلا يبقى تيم الانشاية عبارة عن تمانية. تمانية شغلين في نفس الموديل. عشان زي ما اتفقنا ما هو الموديل هيبقى فيه كل اللوح كل حاجة. وكل اللوح الكمكريت دا كل لوح التسليح. كل الحاجات دي هتبقى موجودة في الموديل. فطيب. فاكيد احنا التمانية هنتطر نشتغل مع بعض. ففي طريقة معينة للشغل دي? اه. هنتكلم عليها. طب هل في وورك فلوز معينة او قواعد انا مفروض اخلي بالي منها? او طبعا هنتكلم عليها. برضو في نفس الوقت هنتكلم على انه بدل مع العمل التعاوني مسلا جوه شركة? لأ. انت العمل التعاوني كمان على الكلاود. يعني على الانترنت عموما. دي برضو هنتكلم عليها في خلال الكورس بتاعنا. طبعا اه في الكورس. هو كل جزء من الاجزاء اللي انا اتكلمت عليها دلوقتي بيبقى ليها شهادة. كل جزء من الاجزاء اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي دي. ليها الشهادة الخاصة بيها. هتلاقي هنا شهادة اسمها مسلا. الشهادة دي جاي منين? احنا مركز معتمد من Autodesk. وانا الحمد لله Autodesk Instructor اصلا. فالشاهداف دي بتبقى طالعة من Autodesk. هتبقى طالعة بنفس اسم الكورس ده. عشان ده كورس واحد من الكورسات المعترفة بيها مسلا في Autodesk. فهتلاقي فيه كورس اللي سنتشلز هتلاقي فيه كورس تلاقي فيه كورس الفاميليز هتلاقي فيه كورس للحص كل الحاجات دي هتلاقي شهادة بالاسم بتاعها جاي لك من Autodesk. طب غير الشهادة بتاعت Autodesk. بيبقى فيه سوري غير شهادة بتاعت كل كورس بيبقى فيه شهادة برضو من على انك انت كملت السايكل بتبقى هي اسم الشهادة باسم الكورس اللي هو ايه دي برضو جاي لك من نقطة دسك فدي اه يعني بتبقى احنا كل كل في كل مرحلة من دول بيبقى عندنا زي مشروع مفروض بيتسلمه عشان عشان تعرف تاخد الشهادة دي او عشان نعرف نديك الشهادة دي احنا برضو يعني دي مش حاجة في ايدينا اوي انت لازم هتشتجل ولازم هتسلم عشان نعرف نديك الشهادة بتاعت الجزء ده ولازم بيبقى في خلال الفترات محددة هنبقى بنتفق عليها طبعا مع بعض في الكورس بتاعنا خليني بقى ارجع هنا زي ما انت شفت في الحاجات اللي احنا قلنا هنتكلم عليها في الكورس بتاعنا نايس كده سريعا اقولك احنا مغطين ايه احنا مغطين اول حاجة طولز ما احنا قلنا ان احنا هنتكلم على الريفت وهنتكلم نوصل فيه المستوى احترافي وهجهزك حتى لليفل الانتحان بتاع اوتوداسك بتاع ريفت اللي هو بقى مطلوب في كذا شركة الاسي بي شهادة كده معروفة ومطلوبة في معظم الشركات خصوصا شركات اللي شغالة على مشاريع بقى رمص بتبقى مطلوبة يعني في المشاريع الجيدة طب فانت التولز خلاص ما بيتش هتقلع مالها الورك فلوز احنا الورك فلو دي هزاي ما قلتلك هي طريقة الشغل ازاي طريقة ازاي طريقة ان احنا نشتغل مع بعض ازاي طريقة ان احنا نسلم حاجة نطلع الاخراج الكلام ده كله طرق الشغل عموما طبعا طرق الشغل دي هتكلم على كل حاجة خاصة بكل مرحلة في وقتها فانت عندك كده ايه الاتنين دول تمام واللي لها كورس مخصوص حتى عشان يبقى قفلنا كده التلات حاجات اللي انت محتاجهم عشان تبدأ طريقك وتوصل تعرف توصل لليفل بيم كوردينيتر وان شاء الله طبعا بعضي بعد شوية هتعرف توصل لليفل بيم مانجر كل ده من خلال الكورس ده ان شاء الله خليني كده ابصت سريعا عن نيفس وورك دي اصحنا الريفت احنا كلنا برضو عارفين بالشابه هو بيعمل ايه وانا قلتلك ملخص هو بيعمل ايه كفي خلال بتاعتنا طب النيفس النيفس ده برنامج انا بس تخدمه عشان اعمل ايه عشان اعمل كوردينيشن يعني اتفقنا كوردينيشن معناها ايه يعني ان هي هعمل تنسيق هعمل تنسيق ما بين الاقسام وبعضها وما بين الشركات وبعضها طيب خلينا ده هيرجعنا للكلام اللي كلنا متكلم عليمنا شوية موضوع الايه الرول او المساميات الوظيفية بتاعت البيم زي ما اتفقنا اول ليفل خالص لتحت او اللي هو كانك جونير انجينير يعني بيبقى البيم موديلر بيم موديلر انت كأنه درافت مان اللي هو رسام طب برا عن رسام عندك كعمود هترسم عمود عندك ككاميرا هترسم كاميرا طب الكاميرا مايلا هتميلها هتفضل خطوة بخطوة بترسم بس طب حبيت تاخد ستاب بعضية مثلا انك انت عايز تبقى بيم يا سباشلست يا بيم كوردينيتر هتبقى محتاج عارف ازاي تستخدم حاجات زي نيفس ووركس عارف ازاي تنسيق الشغل ما بين الاقسام ده هنتعلمه مع بعض برضو في خلال الكورس بتاعنا وهنطبق على مشاريع من المشاريع الكبيرة هنطبق على ايه على يعني مشاريع من مشاريع الكبيرة اللي شغلة دلوقتي هتتعلم على نيفس برضو ده ازاي تعمل موديلز الفور دي والفايف دي وهو بريك لي اجزامبل لحاجة احنا نطلعها بادينا بعد كده وتقدر تعمل برضو باستخدامه تقدر تعمل شطات رندرد مسلا لحاجات معينة عايز تطلع لحاجات رندرد عايز تعمل بيو كيو منه حصر بطريقة مختلفة عن الريفت برضو ده موجود وبطريقة كويسة جدا وهنشوفها مع بعض طب انا عايز اشوف الفيديو الفور دي اللي احنا هنعرف نعمله هبقى بريهولك ان شاء الله بس خلينا نكمل اخر برضو سلايد والديانومو ده المزامبلت لك هي طريقة حاجة اسمها جرافيكل او جرافيك اه برو جرامنج يعني ايه بس بحاجات انت شايفها انت مسلا تلاقي عندك نودة اسمها اكسل ريد فروم فايل طب انت فاهم انت كده عايز ترى مسلا داتا من الفايل تدخلها على ريفت من اكسل فانت خلاص انت شايف قدامك فانت اه الحاجات دي كلها عبارة عن بس بطريقة بالنظر انت محتاج بس تكون عارف ازاي تكلم البرنامج فطبعا الحاجة زي دي برضو هنتكلم عليها في قسط هنا وهنعمل كتير الصراحة نطبق على حياتي هتسهل حياتك وهنا ده الفيديو بتاع الفور دي اللي بقول لكم هنطلع زي ان شاء الله او ده هنا فيديو فور دي وفايف دي انت زي ما انت شايف هنا الجدول الزمني شغال فوق اهو الكوست او الفايف دي الكاشف لو كله شغال اهو وعندك الفور دي شغال وزي الفول وده مشروع موجود في السعودية ويعني واحد من الطاورز لذيزة كده السهلة كان مطلوب منه حاجة زي دي هتطبق عليه برضو هنطلع الجدول الزمني بتاعها وهنوصل لليفل اه انت مفروض هتطلع هتسلم يعني حاجة بالطريقة دي بالزبط وده برضو حاجة من الحاجات اللي طبقناها في الراونز اللي فاتت خليه دي الوقتي هنوقف لحظة كده